في إطار مجهودات مصالح الشرطة الرامية إلى مكافحة الهجرة الغير شرعية تمكنت مصالح أمن ولاية عندفلة ممثلة بفرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية لشرطة القضائية بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة روينا من إحباط مشروع تسهيل هجرة أطفال قصر عبر البحر بطريقة غير شرعية والإيطاحة بثلاثة أشخاص تتراه عمرهم بين 26 و34 سنة انحديرون من ولاية قسنطينا كانوا ينشطون ذمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير شرعية عبر البحر عملية الإيطاحة بالمشتبه بهم تمت بعد فتح تحقيق تحت إشراف نيابة الجمهورية بمحكمة عندفلة بعد تلقي مصالح أم دائرة روينا يوم 9 جونفي الجاري بلاغ عن اختفاء قاصر وقاصرتين متمدرسين بطور المتوسط عمرهم بين 13 و14 سنة مع التبليغ عن اختفاء مبلغ مالي معتبر وكمية من المجوهرات تخص أوليائهم بعد تفعيل مخطط الإنذار الخاص باختفاء الأطفال وتنسيق الجهود العملياتية بين مختلف مصالح الأمنية إضافة إلى الاستعانة بتحريات تقنية تمكن محقيق الفرقة بعد تحديد ما صار ووجهة القصر من مدينة روينا إلى ولاية عنابة وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية عنابة تم توقيفهم أمسية نفس اليوم رفقة أحد أعضاء الشبكة الذي كانوا يتواصلون معه عن طريق إحدى منصات التواصل الاجتماعي لغرض تمكينهم من الهجرة الغير شرعية نحو إحدى الدول الأوروبية نظير مبلغ مالي وذلك بمساعدة أعضاء آخرين من الشبكة جرى توقيف إثنين منهم ينحديران من ولاية قسنطينة بالتنسيق مع شرطة قسنطينة مع تهديد هوية آخر ينحدير من ولاية عنابة يتواجد في حالة فرار العملية أسفلت كذلك عن استرجاع مبلغ مالي يقدر بأكثر من 200 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات الثامنة كانت بحوزة القصر تعود ملكيتها لأوليائهم لغرض دفعها لأفراد الشبكة لتسهيل عملية مغادرتهم التراب الوطني بطريقة غير شرعية مع حجز هواتف نقالة ذكية كانت تستعمل في نشاطهم الإجرامي